موسيقى موسيقى وفود تفاوض حول النوو الإيراني في عواسمها للتشاور وشكوك غربية حول نوايا طهران موسيقى مجلس نظرات البيجا يعلن تعليق إغلاق موانئ الشرق لأسبوعين والمرهان يؤكد التعامل مع قضية الشرق بالحلول المناسبة موسيقى الجيش الأمريكي يحقق في سقوط مدنيين في غارة استهدفت قياديا بتنظيم القاعدة في إدلم موسيقى 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 ساعة إخبارية جديدة من الحدث أهلا بكم نبدأ بالمفاوضات في فيينا فمن المفترض أن تستأنف هذه المفاوضات حول ملف إيران النوي مجددا في منتصف الأسبوع المقبل للسماح بتدارس المقترحات الإيرانية وذلك بعد نهاية الجولة السابعة من المحادثات دون أي تقدم وحمل البيت الأبيض إيران مسؤولية الجمود الذي طغى على الجولة بسبب موقفها الذي لم يكن هادفا لحل الخلافات النووية متحدث باسم البيت الأبيض جين ساكي أوضحت أن مقاربة إيران لم تتمثل في محاولة معالجة المشاكل العالقة مشيرة إلى أن إيران باشرت هذه الجولة مع جولة جديدة من الاستفزازات النووية على حد وصفها ولم ينجح الإيرانيون في التفاهم مع وكالة الطاقة الذرية لعادة التعاون والشفافية وعضافت ساكي أن الحكومة الإيرانية السابقة قررت الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة وأدى ذلك إلى توسيع دراماتيكي وغير مسبوق للبرنامج النووي الإيراني ملمحة إلى أن هذا ما تحاول إيران فعله مجددا وكان كبير المفاوضين الإيرانيين قد اتهم قبل مغادرته فين الأطراف الأوروبية بأنها تقترح مسودات خاصة بها للمناقشة فيما أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية على أن الوفد الإيراني اقترح تغيرات جذرية على نص اتفاق تم التفاوض بشأنه في الجولات السابقة ورفض المسؤولون الأوروبيون إجراء التعديلات المقترحة على ذلك النص الذي تمت صياغته بشق الأنفس وأنجز بنسبة تتراوح بين 70 و 80% أما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين فحضر من أنه في حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود مع إيران فستبحث واشنطن عن خيارات أخرى مشددا على عدم السماح لإيران بتاجيل التفاوض مع الاستمرار في تعزيز برنامجها النووي شكرا لكي أناقش نتائج هذه الجولة مع الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية والإيرانية دكتور علي أهلا بك دكتور علي يسوق الإيرانيون في صحافاتهم بأنهم انتصروا في هذه الجولة بشكل أو بآخر هل فعلا يمكن القول بأنهم حققوا انتصارا في هذه الجولة التي رفعت أستاذ وارواري تهياتي إليك وإلى مشاهديكم الأعزاء بالحدث حياتي دكتور علي دائما إيران تنتصر انتصارات إيران لا تعد ولا ترسى يعني انظروا إلى انتصاراتهم بلد على وشك الانهيار الاقتصادي جفاف منتشر مظاهرات في كل مناطق إيران من معلمين إلى أمال إلى مزارعين فلذلك هذا الانتصار يجب أن نضيفه إلى بقية الانتصار ما حصل أربعين شخصا زهبوا إلى فيانا نعم بتكاليف باهزة للشعب الإيراني الذي اليوم تجاوز قيمة الدولار سلاسين ألف تومان وأنت تعرف ما يعني ذلك يعني دولار من سبع تومان إلى سلاسين ألف تومان وهم ذهبوا إلى فيانا بذلوا جهدا حسيسا لشراء حدايا لأسرهم بلا أي نتيجة وما قاله باقري لا معنى له لأنه إيران لم ينتصر بل قد آدى إلى تهران ومع باقري تحذيرات ليس فقط من قبل الولايات المتحدة بل من قبل أوروبيين وأيضا من قبل هلفاء الروس وقد قال مندوب روسيا في وكالة طاقة الذرية بأنه قلق بشأن تجاوز إيران معدل تقصيد بين 20% إلى فوق هكذا لم يكن هناك انتصارا ولن يكون هناك انتصارا بل على نظام الإيراني استسلام والقبول بمسودة الاتفاقية الجديدة أرذت عليهم الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين دكتور علي البعض الذين يسوقون أو المواقع التي سوقت لفكرة أنهم عادوا ولم يحصل الأمريكيون على ما يريدون ولم يحصل الأوروبيون على ما يريدون يقولون أن فكرة سياسة كسب الوقت يحققها الوفد المفاوض يعني هو من مصلحته أن الوقت يمتد إلى أكبر وقت من الزمن في نفس الوقت هم يخصبون لما أعلى من نسبة 60% بهذه الطريقة فيعتقدون أن الوقت لصالحهم لا أدري رأيك يعني كان ذلك زمن أجندتهم من أخدافهم ولكن أودتهم إلى ويانا في منتصف الأسبوع هذا يدل على أن دول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية حددت لإيران موئدا للرد على ما هو معروض عليهم فلذلك لا يمكن مماطلة إيران قد اشترت الوقت وصوف تستمر في هذه السياسة ولكن لا أعتقد هناك للسعب غدود خاصة على ذو زغوط إسرائيلية دول الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة وهذه الدول لن تقبل أن تترك إيران تستمر في مشاريع النووية الأسكرية ويوما ما يؤلم السيد خامني بفزل مصائدة إمام الزمان نجاهنا في اختبار أول قنبلة ذرية مع الأسف هذا هو هدفه وهذا هدفهم دكتور علي أنت في الغرب موجود في لندن تدرك لعبة الغرب وسياسات الغرب وتدرك ومتخصص في الشأن الإيراني ولكن أسألك عن الموقف الغربي الموقف الأمريكي يحذر أحيانا يعني يكون قاسي أحيانا كما جاء على لسان وزير خارجية بأنه ليست التفاوضات مفتوحة وإذا وصلنا إلى طريق مسدود هناك خيارات لكن الغرب صامت لماذا هذا البعض يقول خنوع غربي صمت غربي رضا غربي مداهنة بشكل أو بآخر من قبل غرب لإيران يعني ما سر ذلك يعني أستاذي بعد أربعين آمن لحد الآن رجل مثلي لا يفهم ما معنى ما معنى يعني سلوك الغرب تجاه الجمهورية الإسلامية انظروا إلى إيران في الأسبوع الماضي قتل النظام أددا من المزارئين في إسوهان بل أطلقوا النار في أيونهم أيونهم تسعة أشخاص أعلان في المستشوية فرغم ذلك القهر لم يقل كلمة واحدة وأنا متعجب جدا إذا حصل سقط واحد قتيل في السودان أو في مصر يعني قامت القيامة ولكن بإيران يبدو أن هناك لطف خاص تجاه النظام الثوري الإسلامي الشيئي الولائي منذ أن ساعد كارتر وصول خميمي إلى السلطة وإسقاط الشاة منذ ذلك الهين انظروا ما فعل النظام يعني احتجاز الدبلوماسي للأمریکان مقتل أكثر من مئة و سبئين أمریکيين في مغال المارينز به بيرون مقتل ستين أمریکيين في سفار الأمریکية قتل، جرح، اختطاف ما فعل هذا النظام به أمریکا والرد الأمریکي عقوبات، هذا النظام نظام متمرد ليس على الشعب الإيراني فقط بل على العالم، على المنطقة انظروا إلى هذا النظام في اليمن مسكين شعب اليمني ما يفعلون في العراق حصلت في العراق انتخابات انتصر من انتصر و فشل من فشل ولكن لا يقبلون به نتاج الانتخابات يريدون لنوري مالكي لا مصطفى القازمي فيريدون فرز ذلك ونفس الشيء في بيروت والآلم لا يتحرك وينظر إليهم بأهياناً يسفق لهم مع الأسف دكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية دكتور علي شكراً جزيلاً لك إلى السودان حيث علق مجلس نظرات البيجا خطته لإغلاق ميناء بورد سودان لأسبوعين استجابة لطلب نائب رئيس المجلس السيادي الفريق محمد ديقلو وذلك من أجل إفساح الوقت أمام مزيد من المشاورات وحسب ما أفاد مراسل الحدث فإن قيادات المجلس الأعلى لقبائل البيجا عقدت اتماعاً اليوم في مدينة بورد سودان في ولاية البحر الأحمر للتشاور حول المدة الزمنية التي سام نحوها المجلس في استجابته لطلب نائب رئيس مجلس السيادي وكان رئيس مجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان قد أكد خلال مقابلة خاصة مع الحدث على أن قضية الشرق يتم التعامل معها بالحلول المناسبة مع تأكيده على أهمية تقديم التنازلات من قبل كافة الأطراف المتنازعة لديه قضية نتعامل معها على أساس الحل ليس المثالي ولكن يجب على كل طرف أن يقدم تنازل من الأطراف المتصارعة في الشرق هناك قضايا أهلية وقضايا سياسية نعمل على تفريق بين هذه القضايا نحل القضية السياسية الآن ويمكن تؤجل القضية الأهلية أو ما يسمونه بالقلد أو الصلح يمكن أن ينظر في أمره في المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سأناقش هذا الموضوع مستقبل مسار الشرق والمطالبات بين الغائه أو استمراره مع رئيس وفد مسار الشرق في الجبهة الثورية لأستاذ أسامة سعيد أستاذ أسامة أهلا بيك لديك موقف واضح وهو رفض الذين يطالبون بالغاء مسار الشرق وأنا أريد أن نناقش أفكارك أنت قلت أنه إلغاء مسار الشرق سيعني اندلاع حرب أهلية في الشرق بين من ومن ممكن أن يندل حرب لا قدر الله ما بين المؤيدين والرفضين لمسار الشرق نعم شكرا جزيلا للإصدافة ابتداء أنا أقول أن يجب أن نضع الأمور في إطارها الصحيح حتى يفهم المشاهد طبيعة الصراع وجوهره في شرق السودان نحن في مسار شرق السودان لدينا اتفاق موقع مع الحكومة السودان وهذا الاتفاق يأتي ضمن مسارات اتفاق جبال سلام السودان وهو اتفاق واحد حزبة واحدة عندما نسمع أن هناك أطرافا يطالبون بإلقاء المسار وكأنه اتفاقا منفصلا بين الحكومة السودان وأطراف مسار شرق السودان هي جزء من اتفاق شامل واتفاق واحد أنا أتأتي للإستوديو أحمل هذا الاتفاق وهو عنوانه اتفاق بين حكومة السودان وأطراف السلام هذا أولا حتى نضع الأمور في نصابها وفي اتجاهها الصحيح الأطراف في شرق السودان عندما تم التوقيع على الاتفاق هناك مؤيدون كسر لاتفاق سلام شرق السودان والكل في شرق السودان وحتى في السودان يعلمون ذلك هناك جماهير غفيرة وخرجت تأييدا للمسار ليست لشخاص الذين وقعوا على الاتفاق ولكن للمكاسب الكبيرة التي حققها هذا الاتفاق لكل أبناء وبنات شرق السودان هذا الاتفاق أتى بمكاسب كبيرة ومكاسب طخمة لكل شعب شرق السودان نحن لم نأتي باتفاق بمكاسب ومواقع وزارية أو تنفيزية أو سيادية للذين وقعوا كتبت سيقة الاتفاق بأهل وشرق السودان لا اسمح لي في النقاش الحقيقة نحن حينما نستضيف على شاشتنا الذين يطالبون بإلغاء المصار نناقشهم في أفكارهم مبررات هذا المطلب لماذا تلغون المصار وحينما نستضيف حضرتك الذي تطالب ببقاء المصار نناقشك في أفكارك لماذا يبقى المصار لكن كلامك عن اندلاع حرب أهلية في الشرق الحقيقة خلينا نكون أكثر صراحة في السؤال البعض يتحدث أنك تشير إلى خلاف ممكن يكون قبل مبين بني عابر كقبيلة كبيرة والهدندوى بقبيلة أخرى كبيرة وبالتالي هذا الكلام كان يخيف البعض منك تحديدا نعم أنا وصفت الحال في شرق السودان هناك مكونات كبيرة تؤيد مسار شرق السودان مكونات قبلية وإسنية تؤيد هذا المسار أنا أقول بكل وضوح الآن الصراع في شرق السودان يتجه نحو صراح حول المواطنة الذين يرفضون المسار يرفضونه يعني بأسباب عنصرية وجهوية هم يقولون الذين وقعوا هذا الاتفاق هم ليسوا بالسودانيون هم لاجؤون هم أجانب وقيرها من الأوصاف قيرا لايقة نحن نقول أن الاتجاه الصراع الآن يتجه نحو المواطنة نحن ندعو إلى مواطنة متساوية بين كل أبناء وبناء شرق السودان هناك مجموعة ترى أنها هم مواطنون من الدرجة الأولى هم الذين لهم الحق في أن يوقعوا الاتفاقيات هم الذين لهم الحق في تبوء المناصب هم الذين حقهم في توزيع حتى هذه المناصب على بقية مواطنين شرق السودان نحن نريد أن نقول بوضوح نريد أن نؤسس لعلاقة شاركية حتى مع الرافضين في كيف يحكم شرق السودان نحن لا نريد إقصائهم ولكن لا نقبل بالمقابل إقصائهم لكن أنت اتهمتهم أنت اتهمتهم بأنهم من أنصار النظام البائد وفلول من أنصار البشير ويسعون وقللت من قدرهم رغم أن مجلس نظرات البجا كيان سياسي كبير ومحمد الناظر تورك لهم ثقل كبير والدليل ما يفعلونه في الشرق يعني هم الذين يهددون ويقطعون الطرق نحن نسنا مع ذلك لكن البعض يقول لهم ثقل على الأرض وأنتم ليسوا لكم ثقل على الأرض نعم لو كانت الأوزان تحكم أو تقاس بالتهديد فهذا أسهل شيء في الشرق السودان حتى المكونات التي تؤيد هذا المسار يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي السوداني أنا لم أقلل من شهن أحد أنا أحترم كل القبائل شرق السودان ونظاراتها أنا أقول أن هناك مكون يعني لديه أزرع خارجية تدى إلى النظام البعيد هذا يعلمه كل السوداني حتى الحكومة نفسها تعلم بأن في هذا المكون الذي يعارض هذا الاتفاق لديه ارتباط وسيق بالنظام البعيد هناك معتمدين هناك موظفين هناك ولا هناك يعني مرتبطين بنظام المؤتمر الوطني هم جزء الآن ويصهرون حتى على شاشتكم أخي العزيز يصهرون على شاشتكم والشعب السودان يعرفهم هم كانوا جزءا من النظام يعني شاشتنا مش حكر على حد يا سيد سامة سيد سامة نعم شاشتنا ليست حكر لأحد أنت سألتني وأنا لأما أنت قلت على شاشتنا أنت تظهر على شاشتنا وأنت تؤيد المصار وأخرون يظهرون على شاشتنا وهم يرفضون المصار فشاشتنا للجميع وليست ملك لأحد لكن أعود مرة أخرى إلى أنا أتمنى أنا أتمنى ذلك نعم لا وأنت كذلك على شاشتنا الآن أنا أتمنى ذلك طيب خلينا ننطلق إلى الأمام سيد سامة أنا أريد أن أتقدم معك إلى الأمام وأنا أريد أن أتقدم معك إلى الأمام هل تشعر بأن مجلس نظارات البيجا ممكن يتغاضى عن هذا المطلب الذي لطالما كرره وهو فكرة إلغاء مسار الشرق إلغاء مسار الشرق أنت تقول شخصيا أنه إلغاء المسار يعني إلغاء اتفاق جوبا بشكل كامل وأنه لا 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 يعني سلطة لإلغاء المسار سوى الوثيقة الدستورية وإتفاق السلام طيب أين الحل بينكم المؤيدين وبين مجلس نظارات البيجا وقبائل الهدندة وقبائل كبرى في الشرق الرافضي نعم أنا أقول بوضوح أن السير نحو فكرة اتجاه إلغاء المسار هي فكرة ليست صائبة ولن تتحقق هم يطالبون بذلك لديهم أكثر من عامين ولم يصلوا لنتيجة أنا أقول بوضوح ليست هناك حكومة في السودان يعني بمقدورها إلغاء هذا الاتفاق لأن هذا الاتفاق هو اتفاق جوبا كامل متكامل وهو جزء من الوسيقى الدستورية هذا ليس ممكن وأنا أقول بوضوح لو كانت المحكمة الدستورية الآن تعمل لكنت تقدمت بدعوة ضد حكومة السودان لأن لديها اتفاق موقع مع طرف وهي لم تلتزم بهذا الاتفاق أنا أقول أن هذا الاتفاق مرحي رعاية دولية وهو جزء من اتفاق جوبا وجزء من البرنامج بتعلى الحكومة والثورة هذا الاتفاق هو جزء من العملية السلام في السودان نحن نقول للذين يعارضون الاتفاق أننا نسهب معهم إلى الأمام نحو إيجاد حل توافقي حتى الاتفاق السياسي الذي وقع مؤخرا بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوق ورئيس مليس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان نص في مادته الأولى في فقرته الأولى على في تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية مراعاة الوضع في شرق السودان وإيجاد حل يرضي أهل الشرق نحن مع حل يرضي أهل الشرق وليس مع حل يستجيب للابتزاز بقفل الميناء وقطع الطرق أنا أستقرب وأستهجن أن الحكومة تسأل الإذن في إدارة مؤسساتها الحيوية أنا أضيف شيئا مهما أن الآن في مدينة بورسودان أصحاب المصلحة الحقيقية رفضوا إقلاق الميناء وذهبوا إلى الوالي المكلف وذهبوا إلى مدير أمن الولاية وتقدموا بمذكرات وكانت هناك مخاطبات حتى داخل المساجد لرفض الإقلاق يعني هذه المرة ليست بسابقاتها هذه المرة رفضها أهل الشرق السودان ورفضها أيضا أصحاب المسرحة هناك 30 ألف عامل حرموا لمدة 48 يوما من دخلهم اليومي هؤلاء العمال البسطاء يعتمدون على أجر يقدم لهم باليومية يسمونها عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج الموانئ هؤلاء الناس متضررين من هذا الإقلاق لذلك هم الذين رفضوا الإقلاق يعني أنت لا تسمع حجة أننا استجابوا إلى هذا الطلب وإلى ذلك الطلب هذه المرة تم رفض إقلاق الميناء من داخل بورسودان أنا أقول هذا الكلام وتممت مخاطبات داخل المساجد قدمت مذكرات كل أصحاب المصلحة رفضوا هذا الإقلاق لأنهم تضرروا ماذا كسبنا من 48 يوما غير أن ساءت سمعة موانئ السودان وغير أن تضرر الشعب السوداني في مأكله وفي دوائه هذا أمر مرفوض نحن نعمل عمل السياسي فهم عليهم أن يواجهوننا سياسيا أنا طلبت من اللجنة قابلت اللجنة وطلبت منها اللجنة المسؤولة الآن من الملف وقلت لهم ائتوا لنا بهم في قاعة وأنتم شهود لكي نجلس ونتحاور معهم لماذا يرفضون المسار مسار أتى بمكتسبات ألا مشكلة المياه علقوا على كلامك يا سيد سامة وقال سيد سامة وفريقه قاعد في الخرطوم ونحن هنا في الشرق سيد سامة في الخرطوم ينظر سياسيا ونحن نجلس على الأرض في الشرق لكن أنت قلت كلمة مهمة جدا خلينا نصل إلى نقطة تشتفوضية بين الطرفين لنفترض أنه الناظر تيريك موجود الآن ويسمعك وفريقه ومجلس نظرات البيجة قدم لهم حلا أنت تقول المسار أفاد الشرق هم يقولون المسار أضر بالشرق قدم لهم حلا وسطا الآن على شاشتنا ربما يستمعون إليه ويفقون عليه أو يخرجوا يعلقوا على ما قلت قدم لهم حلا الآن قبل أن نقدم حلا من يقولون أننا نجلس في الخرطوم وننظر نحن ناضلنا لمدة عشرين سنة ضد النظام وكنا جزءا من العمل النضالي الذي كان في شرق السودان وكنا جزءا من مسيرة النضال في شرق السودان لا أحد يستطيع أن يزاود علينا الذين يقولون هذا الكلام عبر شاشتكم هم الذين كانوا يجلسون مع النظام نحن طيلة هذه الفترة كنا ضد النظام السابق وساهمنا ولدينا سهم كبير في إسقاطه هذا أولا ولكن أنا أقول بوضوح علينا أن نسهب إلى الأمام أنا أقدم حلا خارطة طريق يجب أولا على الحكومة أن تحرر قضية شرق السودان من الصراع العسكري المدني وتجعلها قضية وطنية خالصة هذا رقم واحد يجب أن يتلازم الحل السياسي مع الحل المجتمعي هناك احتقان وهناك أضرار لحقت بكثيرين جراء هذا الأصراع يجب أن نهي المناخ لتفاوض حقيقي بنفس خطاب الكراهية وبوقف العدائيات الإعلامية وقيرها وتصعيد كذلك ويجب أن نحكم صوت العقل من أجل إنسان شرق السودان إنسان شرق السودان حرم الآن من المشاركة السياسية حرم من المكاسب التي يمكن أن تأتي إليه أنا أقول لك أمثلة بسيطة أبناؤنا الطلاب هذا العام من شرق السودان كلهم كانوا يمكن أن يدخل الجامعات الحكومية بدون الرسوم لم يتم ذلك أبناؤنا يمكن أن يدخل المؤسسة العسكرية التي لا نرى فيها أبناء من شرق السودان على قيادتها كان يمكن أن يدخلوا هذا العام بمبدأ التمييز الإيجابي هناك مبلغ 348 مليون دولار التي تلزمت به الحكومة في هذا الاتفاق لمشروعات العلاج ومشروعات التعليم وقيرها من مشروعات البنية التحتية هناك أيضا حل لمشاكل المياه والكهرباء في كسلة وفي القضارف وفي سودان هناك نسبة 14% من الخدمة المدنية لأبناء وبناء الشرق السودان الذين حرموا منها ابتداء من السلك الدبلوماسي وانتهاء إلى وكلاء الوزارات هناك نسبة 30% من عائدات الموارد النفطية والمعدنية شرق السودان ينتج كمية من الذهب وهذه الاتفاقية أتت بنسبة 30% من هذه العائدات إلى صالح الفقراء في شرق السودان لماذا يحرم أبناء وبناء شرق السودان لماذا يتصلط عليهم السياسيون الذين يريدون أن يلسوا في مقابل معاناتهم ومقابل مرضهم يريدون أن يلسوا على الكراسي فقط بل يجيب على هذا السؤال لماذا يحرم أهل شرق السودان من المشاركة السياسية ومن الحقوق من الأساسية ومن ما أتى به هذا الاتفاق هذا هو جوهر السؤال نعم وصلت وجهة نظرك الكرة في ملعبهم ممكن يردوا على ما قلتوا يوافقوا أو يرفضوا مجلس نظرات البجاء يعني هم أحراروا شاشتنا للجميع شكرا جزيلا نسامة السيد وهو رئيس وفد مصار الشرق في الجبهة الثورية وسامة شكرا جزيلا استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدة في إطار جولته التي يجريها في المنطقة ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد استعرض مع الرئيس ماكرون العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة وآفاق التعاون ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بعد الفاصل إلى عنوان آخر وفيه فوضى المرتزقة في ليبيا خطر داهم يتهدد العملية الانتخابية وسط إشراءات أمنية وإغلاق جسور في العاصمة السودانية من المقرر أن تنطلق هذه التظاهرات في هذا التوقيت تحديدا الحساب أصبح ثقيل بالنسبة للأجهزة الأمنية المحصلة قد تصل إلى ثلاثين مجتمع من صلاة عبدالله حمدوك إلى القصر الجمهوري وهذه الأخبار العاجلة هناك انتظار من قبل بعض الشرصيات القومية خلونا الوحيد كسباني ونعاين مصلحة الوطن اليوم عودت دكتور عبدالله حمدوك في إطار إعلان سياسي كيف سيتعامل معها الشارع بل من سيقود الشارع حتى هل من دعوات لمزيد من التظاهرات بالأيام القادمة أيضا احتجاجا على هذا الموضوع هذه الوثيقة لعادة السورية الذي تم في حقوق اليوم يفتح الباب واسعا أمام اندماج المجتمع السوداني هناك قبول من بعض المكونات السياسية وهناك رفض من قوى سياسية أخرى لعودة حمدوك بهذه الطريقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى ليبيا هذه المرة فقد قدمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 قدمت للسلطات التركية معلومات عن خطة عمل حول انسحاب المرتزقة من ليبيا عضو في اللجنة قال إن تركيا اشترطت أن يكون انسحاب المرتزقة متزامنا بين جميع الأطراف فيما أوضحت وزارة الدفاع التركية أن اتماع اللجنة مع سلطات تركية والذي حضرته البعثة الأممية في ليبيا تطرق إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا هذا ويتوجه أعضاء اللجنة العسكرية إلى روسيا لإجراء محادثات مماثلة ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر ليبيا أن محادثات اللجنة في أنقرة ستسعى لإقناع الأطراك بتسريع وتيرة سحب العناصر الأجنبية رغم تأكيد الرئاسة التركية أنها لن تجري أي محادثات بشأن وضع قواتها في ليبيا إلا مع الليبيين والحكومة المعتمدة انتقدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال مشاركتها في مؤتمر الحوار المتوسطي انتقدت النظام الأوروبي الذي يدعو إلى رضع المهاجرين عن محاولة الوصول إلى الشواطئ الأوروبية معتبرة أنه لا يعالج دذور المشكلة وعطالبت المنقوش أنه بدعم ليبيا بأنظمة المراقبة والمعدات المتطورة لضبط الحدود الجنوبية والسيطرة على تدفق المهاجرين بدلا من توجيه الاتهام لبلادها سمعنا حديثا كافيا في وسائل الإعلام من قبل شركائنا الأوروبيين حول مقدار الأموال التي تم منحها لليبيا لوقف الهجرة غير الشرعية كل ذلك لم يساعد في الماضي ولا يساعد أبدا في المستقبل نحن الليبيون نعرف كيف نصلح هذه المشكلة ونفهمها جيدا لذا نرجو أن تستمع إلينا عندما نقول ما نحتاجه حقا لأن ما نحتاجه واضح جدا فنحن نحتاج إلى فحص المهاجرين بالوسائل التي تحفظ كرامتهم وحقوقهم على الحدود الجنوبية كما أننا بحاجة إلى تكنولوجيا المراقبة التي تساعدنا على تأمين حدودنا أيضا رفع مجلس الأمن الدولي مؤقتا حظر السفر المفروض على أرمالة معمر القذافي واثنين من أبنائه في خطوة وصفها بالإنسانية وعكد مجلس الأمن أن إلغاء قيود السفر يسري على كل من زوجة القذافي صفية فركاش وابنته عائشة القذافي وأخيها محمد القذافي الأكبر وأن القرار سيبقى ساريا حتى نهاية مايو المقبل للمزيد عن القرار الأممي حول عائلة القذافي وتفاصيله معي هنا في الستوديو زميلة ميس الحربي ميس مساء الخير تفاصيل أكثر حول الله تفاصيل حول هذا الموضوع أن يوم 3 ديسمبر بالفعل لجنة مجلس الأمن الخاصة منحت ثلاثة أفراد من عائلة معمر القذافي بأعفاء سفر لمدة ستة أشهر عملا بالقرار 1970 الصادر عام 2011 بشأن ليبيا الذي يحضر السفر ويجمد الأصول مصادرنا الصحفية المتابعة لملف عائلة القذافي أكدت لنا أن قرار الإعفاء تم تمديده وهو ليس بالجديد ومع إعلان الأمم المتحدة موعد الانتخابات في العشرين من نوفمبر عام 2020 رفع مجلس الأمن في الثالث من ديسمبر عام 2020 أي بعد أيام من الإعلان حضر السفر عن الثلاثة من عائلة القذافي لستة أشهر ومنذ ذلك الحين يتم التجديد لنفس الأشخاص كل ستة أشهر وهم زوجة معمر القذافي صفية فركاش والدة سيدة الإسلام وأيضا ابنتها عائشة القذافي التي أزالها الاتحاد الأوروبي من القائمة السوداء في الثاني والعشرين من أبريل من هذا العام وأبن معمر الأكبر محمد وهو من زوجة القذافي الأولى فتحية نوري مجلس الأمن قال في قراره اليوم أن الأحفاء منح لأسباب إنسانية وسيسري لستة أشهر أي حتى الـ 31 من مايو 2022 ويحق لهؤلاء بسفر غير محدود خلال الإطار الزماني مجلس الأمن أكد أيضا أنه بموجب أحفاء السفر يجب تقديم معلومات السفر من قبل المذكرين الثلاث قبل السفر وفي غضون شهر واحد بعد السفر ويحق للجنة النظر في تمديد أو تجديد الأحفاء وأيضا يشترط على الدول التي تستقبلهم أو من يمرون عبر أراضيها إخبار لجنة مجلس الأمن بغضون 48 ساعة بتاريخ الدخول والمدة المتوقعة للإقامة السؤال الذي لم يذكر إجابة البيانة الأممي ولا حتى من تحدثنا معهم من مصادرنا أنه بعد رفع مجلس الأمن حضر السفر عنهم هل سيشمل هذا القرار رفع الحجر عن أموالهم وإلغاء أيضا تجميد أرصدتهم طبعا هذه المعلومة خافية حتى اللحظة محمود شكرك ميس شكرا جزيلا لك على صفيح ساخن تجري الانتخابات الرئاسية الليبية نتائجها قد تكون غير ملزمة مع وجود ألاف المرتزقة داعمين للطبقة السياسية في ترابلس ومرشحيها رغم القرارات الدولية والتلويح بالعقوبات الفوضى التي أعقب الثورة 2011 هيئت الظروف لتدخل أطراف إقليمية دفعت بمرتزقتها لتنفيذ أجنتتها في ليبيا هذا الملف طفى على سطح أواخر عام 2019 بعد الاتفاق الأمني الذي أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردغان مع رئيس حكومة الوفاق السابق فايز السراج بموجة بذلك الاتفاق بدأ المرتزقة وغالبيتهم من السوريين أو الذين انضموا إلى مقاتلي الحرب بالوكالة التابعين لشركة فاغنر الروسية بالتدفق على ليبيا لكن المشهد بدأ أكثر سخونة في مناطق نفوذ حكومة الوفاق غرب البلاد الخاضعة لسيطرة الميليشيات والتنظيمات المتطرفة رحلة المرتزقة السوريين تبدأ من شمال سوريا حيث يتم تدريبهم في معسكرات ينتمي هؤلاء إلى فصائل فرقة السلطان مراد وفرقة الحمزات ولواء المعتصم بالله وتشرف عليهم شركة تسمى سادات التركية التي لا تقوم فقط بالتدريب بل تنظم عملية تبادل المرتزقة وفي قواعد في الغرب الليبي يحط المرتزقة السوريون رحالهم في قواعد كالخمس وقاعدة معيتيقة وقاعدة الوطية والتي يتواجد بها مجموعة من المتدربين وقوات تركية أعداد المرتزقة السوريين تناقصت بعد الضغط الدولي على تركيا بنحو لا يتجاوز عشرة آلاف مقاتل الإطاحة بنظام القذافي منحت أيضا ملاذا آمنا لمقاتلين أجانب من جنسيات متعددة من الشاد والسودان وكذلك من المعارضة النيجيرية تواجدت في قاعدة جنوب ليبيا قبل تجنيدهم من قبل الأطراف المتنازعة وبينما لا تتواجد إحصائيات دقيقة لأعدادهم إلا أن مصادر تقول إنهم لا يتجاوزون عشرة آلاف مقاتل يكمن التحدي في إبعاد هؤلاء على وجه الخصوص بإيجاد مقاربة وتسوية سياسية مع أنظمتهم في الساحل الأفريقي التي ترفض استقبالهم لكن المحادثات التي أجرتها مؤخرا اللجنة العسكرية 5 زائد 5 قادت إلى قبول دول الجوار الليبي باستعادة مواطنيها المرتزق العائدين من ليبيا كما أن الخطة التي أكملتها اللجنة العسكرية في جنيف تنص على البدء بسحب القوات الأجنبية إلى نقاط متفق عليها ثم العمل مع مراقبين دوليين ومحليين لتنفيذ الإجلاء بشكل تدريجي بعدها أشروع في عملية رصد الأعداد الحقيقية للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتوثيقها وأخيرا ترحيل المرتزقة من ليبيا على شكل دفعات متتالية وفق خارطة زمنية محددة تباينت أراء الشارع الليبي حول مرشح الانتخابات الرئاسية في البلاد فيما أكد غالبيتهم على أن الانتخابات تعد ضرورية للانتقال بالبلاد إلى بر الأمان كلنا أمن إن شاء الله وتعالى بنتجرى الانتخابات في معادي 24 وهذا استحقاق انتخابي كلنا نتظر يعني من اليوم ولا أمس وأول مرة تصير في ليبيا من قيام الدول الليبية وإن شاء الله كلنا في الموعد هذا استحقاق لكل مواطن له الحق أن يشارك في انتخاباته ويدلي بصوته وأن يختار الشخص الذي يراه مناسب وهو الأصلح لقيادة البلاد خصوصا أن البلاد مرت بتجربة صعبة وقاسية وتحتاج إلى مزيد من العمل ومزيد من المصابرة أنا ما عنديش احتراض على أي شخص يمسك لكن أنا من انتخابات الأعضاء البرلمان السابقين ما عاشت عندي ثقة في أحد صراحة 98 شخص اللي تم ترشيحهم وخمسة أو الستة الشخصيات المعروفة شخصيات مثيرة للجدل إلى اليمن هذه المرة وفي تصريحات خاصة للحدث أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب والمسؤول عن العمليات القتالية في جبهات مأرب المختلفة لواء منصور ثوابة على أن هناك تقدمات كبيرة في اليومين الماضيين في بحان وعسيلان وأحريب بعد قطع الجيش خط إمدادات الحوثيين مضيفا بأن الحوثيين متخوفون بعد تغير قواعد اللعبة في مأرب لبيئتي الصحراوية وأكد اللواء ثوابة أن ميليشيات الحوثي تبحث عن الثغرات الأقل تكلفة موضحا أن استراتيجية الجيش اليمني كانت العمل على استدراج مقاتليها لتكبيدهم الخسائر وهو ما حدث كما أشار اللواء إلى أن العملية العسكرية مستمرة في جميع الجبهات لكن الجبهة الجنوبية هي الأنشط في الوقت الحالي وأن دور طائرات التحالف في طلعاتها المستمرة كان كبيرا في تكبيد الحوثيين خسائر فادحة فاصل ننتقل بعده إلى عنوان آخر وفيه نسبة مرتفعة من الأطفال في المستشفيات ببؤرة تفشي أوميكرون في الجنوب أفريقي نحن الآن نرافق القوات اليمنية في طريقها إلى جبهة أرضينا سقوط صاروخ باليستي فشلت الميليشيات الحوثية في إطلاقه ماذا يمكن أن نقرأ من وراء الغارات التي شنها طيران التحالف؟ الميليشيات الحوثية إلى هذه اللحظة تخسر الكثير من معداتها ومن بواها البشرية نحن أول من نص إلى هذه الجبهة جبهة الطينة بمحافظة حجة على الخصوص الحمانية أعلن تحالف دعم شرعية في اليمن مقتل 264 حوثيا مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي هذه المرة طالت المدنيين في ادمار رأتنا أكثر من 800 أسر يمنية تم تهجيرها قصرا هذا الأسبوع هناك 2-3 مليار دولار وصلت إلى هذه المنظمات لم يستفد منها هؤلاء النازحين الوضع الإنساني في العبدية هل هناك تحركات من قبل المنظمات العالمية؟ تخبرنا الآن قوات الشرعية هنا أن هناك مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي وأن عينة مغادرت هذه الجبهة الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس في قرارات قادة وفي مصائر دول لأنه لكل خبر تداعياته تابع الحدث في مكانه وزمانه إلى هذا العنوان وهو طلاب اللاجئين السوريين في لبنان مشكلة كبيرة جداً تعوق أو تمنع استفادتهم من النظام التعليمي في داخل البلد كما في بداية كل عام دراسي أبناء اللاجئين السوريين في لبنان على موعد مع أزمة تهدد مستقبلهم التعليمي فترة تسجيل الطلاب في المدارس هي فترة تنتهي اليوم إلا أن منطقة منظمة هيومان رايتس ووتش الأممية طالبت وزارة التربية والتعليم اللبنانية بتمديد هذه الفترة مشددة على وجوب إنهاء السياسات التي تمنع أطفال اللاجئين السوريين من الوصول إلى التعليم المنظمة أشارت إلى أن الآلاف من أطفال السوريين خارج المدارس بسبب اشتراط الوزارة حصولهم على سجلات تعليمية مصدقة وإقامات قانونية في لبنان ووثائق أخرى صعبة المنال المدير المشارك في قسم حقوق الطفل لدى هيومان رايتس ووتش يرى أنه لا يوجد أي عذر للسياسات التي تمنع الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدارس ووزير التربية ورث قواعد ضيقة الأفق وتمييزية وفق ما يشير المدير المسؤول في المنظمة الأممية داعيا وزارة التربية والتعليم اللبنانية للسماح بتسجيل الأطفال دون إقامة لبنانية أو وثيقة ولادة أو وثائق من النظام السوري وبحسب الإحصاءات الأممية فهناك 660 ألف طفل سوري لاجئ في لبنان في سن الدراسة 30% منهم لم يذهبوا إلى المدرسة قط و60% لم يتم تسجيلهم في المدارس خلال السنوات الأخيرة معظم التلميذ السوريين يحضرون صفوف الدوام الثاني في المدارس الرسمية والتي لم تبدأ بعد فأساتذة ذلك الدوام الذين يعملون بموجب عقود قصيرة الأمد وهددوا بالإضراب بسبب تدني قيمة الرواتب في هذه الأثناء ينتظر الأطفال السوريون انتهاء تسجيل الأطفال اللبنانيين كي يتسجلوا في المقاعد المتاحة هذه المقاعد انخفض عددها بعدما انتقل 54 ألف تلميذ لبناني من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية في لبنان ترجمة نانسي قنقر ناقش هذا الموضوع مع ضيفي من بيروت دكتور بول موركوس أستاذ القانون الدولي دكتور بول ألمبيك يعني هل في التشريعات القانونية اللبنانية ما يحول أو يمنع أن يستفيد هؤلاء التلاميذ السوريون من التعليم في الداخل اللبناني ليس في التشريعات اللبنانية أي تمييز بحق غير اللبنانيين تمييزا صريحا واضحا حتى أن المواثق العالمية لحقوق الإنسان التي أبرمها لبنان بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الذي شارك في صوقه مرورا بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 66 الذي أيضا أبرمه عام 72 وصولا إلى اتفاقية حقوق الطفل وإلى ما هناك من إعلانات لن أعددها تمنع لبال أنها تمنع التمييز ضد اللاجئين في هذه البلاد رغم أن لبنان غير موقع على اتفاقية اللاجئين في خمسينات القرن الماضي للأسباب التي تعرفها وهي عدم قدراته الاستيعابية لكن رغم ذلك الواقع العملاني هو واقع صعب دون شد دون شك لكن هذا الواقع هو صعب على الجميع يعني ليس فقط على الطلاب الأجانب أو العرب إنما أيضا على الطلاب اللبنانيين هناك أزمة مفتوحة كانت بالنسبة للإضراب إضراب الأساتذة هناك تفشي مسألة الفيروس الكورونا هناك أيضا يعني اتكال وتعويل على المنظمات الدولية لسيما الونح سي آر واليونيسف هناك التعاون مع وزارة التربية لكن الأعباء والحاجات أكبر من القدرات على تلبية هذه الحاجات وقد قلنا كمنظمة حقوقية جستيسيا حاضرين اللجنة البرلمانية للمرأة والطفل التي عقدت منذ أسبوعين وقد حضرها وزير التربية وقد نقش في جميع المسائل التربوية وكانت أجمبته إلى حدود كبيرة مقرعة جدا وهو يبدو وزيرا نشيطا في هذا الإطار يحاول أن ينتشل الواقع التعليمي في البلاد من كبوته وأنت تعرف المشألة الاقتصادية الاجتماعية المالية النقدية الخانقة في البلاد التي تضغى هي الأخرى على واقع التعليم هذا لا يعني أنه لا يجب أيضا تعزيز التعليم بالنسبة لهؤلاء وإداحة فرص أمامهم خصوصا بمسألة التنقل التنقل في لبنان أصبح صعبا اليوم بسبب الكلفة المرهقة لهؤلاء يعني حتى لو وجدوا مدرسة وبالإمكان أن يجدوا واحدة وقد عملنا نحن على عائلة مؤخرة في مؤسسة جستيسيا وأوجدنا لها مدرسة مثلا لكن التنقل أمر صعب ومكلف بالنسبة لهذه العائلة طيب إيه المبررات التي ترحها الوزير أقنعتك أنت تقول رجل مجتهد يعمل وكانت عنده ردود منطقية أنه 66 ألف طفل سوري ليس ممكن أن يكون فيه كم مدرسة تستوعبها بهذا الشكل ولكن ما هي المبررات التي أقنعتك هناك اليوم واقع موضوعي في لبنان ينسحب على الجميع هو واقع عدم كفاية رواتب الأساتذة يعني ليعطيك مثلا لا يتعلق حسرا بالراتب الأستاذ لننتقل إلى كلفة التنقل بالنسبة للتلامذة حتى لو أوجدنا لهم أستاذا ومدرسة فكلفة التنقل الباهزة يعني مثلا صفيحة البنزين اليوم تساوي الصفحة الواحدة نحو 40% من الحد الأدنى للأجور يعني تصور معي كم هي من المشقات أن تنتقل أن تصل بالتلميذ المسجل إلى المدرسة هذا واقع صعب هل في وسيلة حل دكتور بولك أنا أعلم أنك لست تربويا ولا تعليميا أنت رجل تتعامل بالقانون لكن هل فعلا ممكن يكون في وسيلة ما لتعليم هؤلاء الأطفال حتى في أماكنهم يعني فتح باب التطوع عمل تشريعات مجتمع مدني بشكل أو بآخر مخاطبة مؤسسات مدنية لسه قدرة تتواجد في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان نحن استعلمنا أمام وزارة التربية ووجدنا أن هناك مساعة حثيثة لتوقيع اتفاقيات مع المنظمات الدولية المختصة في هذا الإطار وهناك حاجة وهناك نداء اليوم أن تلبي هذه المنظمات الدولية هذه الحاجات بالمال وبالدعم اللوجستي المباشر والسريع والفاعل حتى لا ينقض العام الدراسي دونما هذه المساعدات يعني هذه المساعدات ثقيلة مرات أليات المساعدات ثقيلة بحاجة إلى مرونة أكبر وبحاجة إلى تفهم الوضع اللبناني على نحو أفضل لأنه هذا البلد الصغير يحتمل موجة وضفق لاجئين كبيرة جدا من اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين الذين يسمون تخفيفا نازحين لكنهم بالفعل هم لاجئون لأنهم أتوا من بلاد أخرى وليس هناك اليوم من حال سريع لعودتهم إلى بلادهم بالضرورة وبالتالي هناك مساعد حثيثة رسمية تقوم في هذا الإطار نعم لكن أيضا المجتمع الدولي يجب أن يتحرك على نحو إنفاعل أكثر منظمات الحقوقية التي تبدأ انتقادات يجب أيضا أن تتفهم هذا الواقع وأن تساعد في هذا الواقع وأن تبني استطلاعاتها ليس على جمعيات بحاجة هي إلى مساعدات وأن تستجلب منهم المنح لأن طريقة والميتيتولوجي في الإحصاءات والاستطلاعات أيضا مهمة تعرف معي أن الدونرز المنحين عندما يخطبون بطريقة من هذه الجمعيات من أجل در الربح والأموال هذا أيضا يؤثر على نحو سلبي نعم شكرا جزيلا دكتور بول موركوس أستاذ القانون الدولي شكرا جزيلا دكتور كشفت مصادر صحية في محافظة جوتينغ في جنوب أفريقيا أن 7% من مصابي كورونا والذين دخلوا إلى المشافي تقل أعمارهم عن سن التاسعة فيما نقلت رويترز أن معدل الإصابات يتضاعف يوميا في جنوب أفريقيا ومقطعة جوتينغ تحديدا حيث رصد المتحور أوميكرون للمرة الأولى قبل أن يتفش في مختلف دول العالم إلى العنوى وفود التفاوض حول النووي الإيراني في عواصمها للتشاور وشكوك أربية حول نوايا طهرة مجلس نظرات البيجا يعلن تعليق إغلاق موانئ الشرق الأسبوعين والبرهان يؤكد التعامل مع قضية الشرق بالحلول المناسبة الجيش الأمريكي يحقق في سقوط مدنيين في غرس تهدفت قياديا في تنظيم القاعدة في إدن فاصل قصير عدوى التقيم اشتركوا في القناة